ريول اتفق مع مرأته على الطلاق لكي تأخذ معاش أبيها لأنه عجز عن العمل ثم عقد عليها بعد ذلك بلا ولي فهل المال حلال وهل النكاح صحيح أولا حول صحة النكاح الجمهور لا نكاح إلا بولي والأحناف يجيزون للمرأة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسها من الكفء بمهر المثل وإن كنت تتحدث إن كنت قادما من مجتمع المشرقي مصري أو تركي أو بارستاني المذهب الرسمي هو المذهب الحنفي والمذهب الحنفي يجيز هذا في معظم مجتمعاتنا الشرقية نحن هنا لا نقول بهذا ومن جاء نريد أن يتزوج بغير ولي نحن لا نزوجه ونحن بهذا لا نعنته نقوله نحن عندنا حل حل سهل جدا دقائق لا ينكلف شيء إدني رقم تريفون الولي نكلمه مكالمة واحدة على الوصاب لا تكلفنا درهما ولا دينارا ونقوله ابنتك جاءت تريد أن تتزوج وكلنا في تزوجها أو ادخل معنا على زوم زوجها يعني ما تصوش أنه عندنا تعقيد أو بنعطل الحلال أو بنعقد سبل العفاف الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل واشتراط الولي لمصلحة النساء ورب البيت فهو يحميها من أن ينفلد بها الزئاب فالذين دين الله به لا نكاح إلا بولي ولا ننكر على من زوجت نفسها بغير ولي في مجتمع يفتي فقهاءه بذلك هذه واحدة الثانية أنه طلقها وتحايل على القانون لا تسألون في تحايل على القانون لا تتوقعوا من مفت أن يفتيك بأن تزور وتجذب وتغشد دمش شغلنا عايز مخرج اسأل المحامين والمستشارين في بلدك ليبحث لك عن مخرج قانوني يلبي حاجتك ولا يعرضك لمسألة قانونية أعفنا من الجواب عن هذا السؤال ارجع للمحامين والمستشارين القانونين في بلدك وتفاهم معهم ولا تحملنا مسؤولية عن بارك الله فيك